فيما يتعلق بالبحث الاول اعزائي يوجد اتجاها الاتجاه الاول الذي وجد في المقام هو الاتجاه الذي يرى ان الحوادث كما ان الالف واللام في الخمس بقرينة السؤال اهدية كذلك الالف واللام في الحوادث بقرينة السؤال ايضا ماذا عهدية اذا بعد يمكن استفادة الاطلاق والاستغراق منها او لا يمكن لا يمكن هذا المعنى هذا الاتجاه اشار اليه جملة من الاعلام منهم اعزائي اليوم انا اعزائي دفتري ما جايبه ولكنه احاول ان شاء الله اتذكر المواضع اللي انا واقف عدها ان شاء الله تعالى اذا وسعني مولانا هذا مولانا منية الطالب في شرح المكاسب اللي هي تقيرات المرز النائيني بتقرير الشيخ موسى الخنساري اللي هي طبعت مؤسسة النشر الاسلامي المجلد الثاني صفحة مائتين وثلاثة وثلاثين يقول اندم الاشكال في ثبوت الولاية العامة لمن ها بتعبير الرواية لرواة الحديث وبتعبيرنا المتعارف ماذا ها الفقيه والفقيه هم على الخلاف الموجود بيننا وبين مشهور الفقهاء ان الفقيه يعتقدون انه يعني فقيه الحلال والحرام ونحن نعتقد ماذا ها ليتفقه في الدين يعني الفقيه بالمعنى الشامل بسه بغض النظر عن ذلك وانما الاشكال في ثبوت الولاية العامة واظهر مصاديقها الولاية العامة سد الثغور ونظم البلاد والجهاد والدفاع وهنا مصاديق مشكوكة يقول بعض المصاديق مرتبطة بمقام الولاية العامة من قبيل الدفاع من قبيل الجهاد من قبيل اقامة الحكم العام في الامة هذه من مقامي مرتبطة من مصاديق الولاية وبعض المصاديق مشكوكة انها من مصاديق ومن مسؤوليات الولاية لمن مسؤوليات القاضي لانه اذا صارت من الولاية فمن لا يؤمن بالولاية العامة ها لا يجب عليه اقامتها ومن جعلها من مسؤوليات القضاء فالقضاء ماذا حتى القائل بأضيق الادوار يقول ماذا يقول بالقضاء في عصر الغيبة فيقول يقول ومن اوضع من مصاديقها المشكوكة في انها من منصب القاضي او منصب الوالي كاجراء الحدود اجراء الحدود هذه من مقام الولاية ومن مقام القضاء واخذ الزكاة واقامة الجمعة لاثبات دخولها في اي واحد من المنصبين واستدلوا لثبوتها لثبوت ماذا هاي الولاية العامة بادلة منها التوقيع الشريف المروي في اكمال الدين فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله وبمقبولة عمر بن حضر اسأل انا احنا شغلنا ماذا في المقبول اقول في التوقيع الى ان يقول استدلوا بهذا ولكن يشكل ما هو الاشكال في صفحة ميتين وثين وثلاثين وثلاثة وثلاثين واربعة وثلاثين بعد مفصل يقول فلان السؤال غير معلوم فلعل المراد من الحوادث هي الحوادث المعهود بين الامام والسائل وعلى هذا الاساس فهل يمكن الاستناد الى الالف واللام في الحوادث لتشمل مطلق الحوادث او مجملة تكون تكون مجملة هذا مورد عزائي المورد الثاني ما ورد في حاشية المحق الاصفهاني على المكاسب لنتعلمون بانه هذه كل من عرض عند حاشية او شرح للمكاسب عرض المسألة ولاية الفقه يقول بتقريبي بعد ان ينقل ويقول ومنها قوله في التوقيع الرفيع وأما الحوادث هذه كلها علامة على ان هؤلاء كانوا يقولون ان من المسلمات ماذا صدور هذا التوقيع من الامام عليه افضل الصلاة والسلام يقول بتقريبي ان عموم الحوادث لكونها جمعا محلا باللام يقتضي ان يكون الفقيه لانه انفسروا راوي الحديث بماذا بالفقيه مرجعا في كل حادثة يرجع فيها الرعية الى رئيسهم ولكنه في صفحة هذه صفحة ثلاثمائة وثمانية وثمانين اعزائي من هذه الطبعة اللي هي اللي هي الناشر انوار الانوار الهدى اعزائي الجزء الثاني في صفحة ثلاثمائة وثمانين يقول والجواب ان الجمع المحلا باللام انما يفيد العموم حيث لا عهده ولم يعلم ان المسئول عنه اي شيء عبر عنه بالحوادث فكيف يأخذ فيها بالعموم ويحتمل الى اخره في قبال هذا الاتجاه اعزائي فقط اشير الى الاتجاه الثاني في قبال هذا الاتجاه وتستغربون الحق والانصاف في قبال هذا الاتجاه يعني اتجاه تلامذة الشيخ الانصاري الذي يقولون ان الحوادث لا اطلاق فيها الشيخ الانصاري هذه عبارته قدس الله نفسه في المكاسب هذه الطبعة المعروفة واللي هي الشيخ مرتضى الانصاري من منشورات لجنة تحقيق التراث يقول فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور هذا اللي هيقولون شيخ الانصاري ما قائل ما قائل ما قائل ما قائل ما قائل التفتوا اعزائي مراد ماذا مطلق الامور التي يا امور مولانا بينها التي لابد من الرجوع فيها التفتوا التفتوا الى العبارات الثلاثة عرفا اقلا شرعا الى الرئيس بعد يبقى شيء بينكم وبين الله اكو بعد فدولاية عامة اكثر من هذه الولاية عرفا شرعا اقلا حتى اذا الشرع ما قائل اقلا قل لابد ان هذه القضية من 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 مسؤول عنها حفظ البلاد منه مسؤول عنها ها اقلا شرعا مفترض اصلا شرعا ما بيعدد لي اقلا منه المسؤول عنها قل مسؤول عن البلد هو لابد يحفظ ماذا ثغور البلد يقول مثل النظري ثم يشير الى بعض ماذا بعض المصاديق يقول مثل النظري في اموال القاصرين اللي هاي موضوعات بعد ماذا وليست احكام اذا يوجد اتجاهان في الحوادث اتجاه يقول الافلام اهدية وحيث لا نعلم السؤال فتكون مجملة واتجاه يقول ماذا مطلقة ما هو دليل القائلين باطلاق الحوادث يأتي والحمد لله رب العالمين